حج محمد من المنوفيات فضل السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحضرك بخير السلام وحضرك بكل خير يا رب يا رب يحفظ مصر وأهلها والرجاس والرطيتها وكل أهلها والمقرسين حضراتكم اللي بيساعدوا في تامية البلد بالصدق فهلا يعني ربنا يدريت حضراتكم الله يكرمك يا حج محمد ربنا يخليك وفري العداد المخترم جدا اللي انا كده اتطلتوا حضراتكم بمشكلة وحالتوها وتابستوا معايا بعد حتى انتهاء المشكلة طيب الحمد لله الحمد لله الاعلان بناء بيخدم الوطن وبيخدم الفلاح اللي فعلا ما كانتش واصل صوته بأي حاجة خارجه الحمد لله وانتو تسحقوا كده ربنا يدريت فيك حضرك انا كنت طبعا عندي بداينا نصر من أخوات البنات عملنا نضام اينا بالتكعيبة وانا حطت كل تحفوص عمري في الارض وحاليا نبزح فيها يعني بس كان ليه كان فيه حضرة والدي كده قديمة من فهول 1910 طبعا مع المطر حضرة وعد حتى في ايام الثورة انا كنت ابني كنت ابني في الارض والله العظيم يا رب السامح انا رفضت المبدأ ده كانت موجودة لسه لحضرة ومرضيت ابني وكان نكتال زي ما حضرك عادت في فترة ايام الثورة ديك فكل يبني فيها والله ما رضيت وقلتها انا حمدت حداثة قانوني وكان حمدت حضرك تويت حاليا لحضرة وقت ومسلاقي مكان خطو دي لموازل البهاين بتاعتي او الحاجة بتاعة الارض اغراض الارض اكماوي اللي عادة بتاعتي يعني الموادات بتاعة الخلاحة فانا عملتي ورق احلال وتجديد جم بعدها كان شهر جمع ملدوب حماية العراضي قاس المكان حتى قاسر عمدت كده عمل 36 متر مش مشكلة انا برضو ينفعوني بعد كده الورق وقت خالص يقولك الاحلال وتجديد اللي يمدي طب حلق يعني انا دوقتي نفسي انا نفسي معاعدة فكر ما نفسي قلت يا ريك يعني مثلا انت عملت زي الناس مع عمل الدنيات على الارض وعملت زي مال دوقتي مما جم عمل معاينة ولقوا ان كان فيه فعلا حظيرة والحظيرة دي اه اتهدبت تمام؟ طيب ده بين الانتاج الحيواني لا ده من حماية الاراضي من حماية الاراضي اه انا عاوز امشي رسمي وعاوز في نفس الوقت يعني ااثبت باب نسلل لحوالية اللي ان باب بلد قانون واللي اللي رأي حق مفروض يعني نشوف ايه وضعها الحظيرة دي ومساحيتها اه ومساحة الارض انت قلت لي فدنين ونص هتوصلك مع اه اه مع ادارة الانتاج الحيواني في المحافظة في مدرية الزراعة في المنوفية ونعرف شروطها ايه علشان لو انفع يتمنلها احلال وتجديد نشوف إيه وضعها بالنسبة لمساحة الأرض مع القوانين الجديدة ومع التأسيرات اللي قدمتها وزارة الزراعة علشان لو هي مساحتها هتبقى مناسبة ومفيش فيها يعني تعد على الأرض الزراعية مع حماية الأراضي نحاول نحن نشوف لها إحلال وتجديد فده هيتم من خلال الانتاج الحيواني وهنستقلك معي حاضر ربنا يبايت حضرتك أنا الموضوع ده يعني أنا بهدل بسبب الموضوع ده والله يا فندم عدائية